نروح للنادي الاهلي ومرصد كرة ومدير الفني للنادي الاهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة خمس ايام في فترة التوقف الحالية تمام؟ ده الخبر بس في واحد في واحد بس مش هيددله فترة راحة سلبية مين هو؟ أنتوني مودست أنتوني مودست حطته برنامج تأهيلي برنامج بدني هو كل دلوقتي مع أسرته في سويسرا بيقضي أجازته بس حطته برنامج تأهيلي والجهاز المعاون شغال عليه وطلب تأرير يومية في التقدم اللي بيعمله مودست من ناحية البدنية كان معايا محمود شاكر مبارح وذكر أن الراجل ده بقاله سنة بالزبط سنة بالزبط مودست ما لعبش مباراة كاملة فده يفسر ويدلل ليه مودست لسه ما دخلش بكوة مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة الراجل عايز اشتغل على الجزء البدني اللي هو مرس الكولر مع مودست عشان يقدر يستفيد من اللاعب في المباريات القادمة طيب لسه مع النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وافق من حيث المبدأ على رحيل عمر السلية من الفريق بنهاية الموسم الحالي يعني بعد نهاية الموسم يقدموا الشكر لعمر السلية بسبب الإصابات العضلية الكسيرة اللي بقى يتعرض لها وطبعا بسبب تقدم العمر كمان في الملاعب بس عمر السلية لسه شايف أنه يقدر يلعب وعمر السلية هينظر بعد نهاية الموسم الحالي في بعض العروض العربية والخالجية بس لاعب قدم كثير الكثير مع النادي الاهلي واحد من أفضل لاعب الوسط اللي جنب في تاريخ النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر لعب كبير قوي يا جماعة عمر السلية لعب كبير قوي 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 يعني بس هي سنة الحياة يعني في كورة يعني باي